في الحديدة أيضا اكتشفت هندسة القوات المشتركة حقل ألغام مزدوج يحتوي على كميات كبيرة من الألغام الفردية المحرمة دوليا وأخرى مضادة للدروع زرعتها ميليشيات الحوثي في مناطق سكنية ومزارع مواطنين جنوب الحديدة وأفد العلم العسكري للقوات المشتركة أن فريقا هندسيا وفي إطار الجهود المتواصل لتطهير ضواحي مدينة حيس من مخلفات ألغام ميليشيات الحوثية اكتشف حقلا مزدوجا مزروعا بين منازل المواطنين ومزارعهم في منطقة العقد التي لا يزال أهليها محرومين من العودة إليها بسبب حقول وشبكة الألغام موضحا أن الفريق الهندسي شرع في تطهير الحقل مشيرا لأنه تم خلال ساعات النهار نزع وتفكيك 16 لغم فردي محرم دوليا بموجب اتفاقية أوتاوا كما تم نزع 13 لغما مضدا للدروع حولت الميليشيات الحوثية بعضها إلى ألغام فردية عبر دوثات وأضاف أنه تم نزع ودفكيك أنواع أخرى منها ألغام بونز ولزاريا بنظام العدسة ولفت إلى أن تطهير كامل المنطقة يحتاج الوقت والجهد الكافيين نظرا لحجم المساحات المستهدفة فضلا عن أن ميليشيات الحوثي المتمركزة على خط الجراحي تستهدف الفريق الهندسي وتحاول إعاقته بسلاح القناصة وقذائف الهاون والطيران الهجومي المسير وكانت هندسة القوات المشتركة اكتشفت مطلع الشهر المنصر حقل ألغام فردية محرمة دوليا في ذات المدرية موسيقى